مع ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة الصيف في العراق تتزايد معاناة كثير من الأسر ذات الدخل المحدود الذين يواجهون موجات الحرارة القاسية دون توفر للإمكانيات المادية الكافية التي تساعدهم على اقتناء أجهزة التبريد أو التهوية وبسبب تهالك البنى التحتية وشبكات نقل الطاقة تعيش أغلب مناطق العراق معاناة لا توصف خلال أيام الصيف من جراء نقص الكهرباء منذ مطلع يونيو الجاري تواجه العراق موجة حر خانقة اقتربت خلالها درجات الحرارة حتى في الظل إلى الخمسين درجة مئوية ورغم اعتياد العراقيين على التقص الحار إجمالاً في بلادهم يبدو الإرهاق جالياً هذه الأيام خصوصاً عند انقطاع الكهرباء خلال الليل يعني الجو يموت ما يتحمل يشتغل بي قوة شانسة ولا مدعيشة إذا تقعد يفتلك الجوع والله لازم لازم نطلع أحد الأحمرات حتى دوخة يعني دوخ من قد ما الشمس غوي وجلد بعد شوف عينك جوردان كيلن قلبنا سود من قد ما درجة الحرارة قوي ويأتي هذا الصيف الخانق بعد ربيع تكررت فيه بشكل غير مسبوق العواصف الترابية التي يعزوها الخبراء إلى التصحر والتغير المناخي وسط تحضيرات من تبعات أكثر حدة قد تؤثر سلباً على الأنهار والمساحات الزراعية في العراق اشتركوا في القناة